اخواني المشاهدين اخواتي المشاهدات طابت امسيتكم واهلا بكم في عدد جديد من برنامج الديان احتضنت الجزائر فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم تحت شعار التبرع بالدم التبرع بالبلازمة شارك الحياة شارك كثيرا واشد العديد من ممثلي الهائة الدولية لدى حضورهم بالجزائر بجهود البلاد في مجال ترقية التبرع بالدم مشيرين الى التزام المجتمع المدني بضمان توفر الدم لدى المرضى واوضح ممثل منظمة صحة العالمية في الجزائر نوهو اماده خلال احتفالية اليوم العالمي للمتبرعين بالدم 14 جوان التي نظمتها وزارة صحة في قاعة المحاضرات بولاية الجزائر نحن نشكر الجزائر وحكومتها على الجهود المبدولة في مجال حصول على العلاج الطبي كما اشهد المتحدث بجهود الجمعيات الجزائرية للمتبرعين بالدم وخاصة تلك التي تكافح الامراض النادرة والهيموفيليا والسرطان ووجه تنويها خاصة للفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم التي تتعاون معها منظمة الصحة العالمية منذ اكثر من عشرين سنة اما المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادنوهم فقد قدم في مداخلته عبر تقنية تناظر المرء عن بعد شكره للجزائر لاحتضانها مناسبة احتفال اليوم الدولي المخصص للتبرع بالدم خلال هذا العام وفي الاخير اكد البروفيسور فريقا عصام ان التبرع بالدم يمكن ان يخدم ليس فقط المرضى ولكن ايضا عائلاتهم ومجتمعاتهم وحتى الاطقم الصحية داعيا في هذا الصادد الى العمل معا من اجل السماح للجميع بالحصول على الدم لمناقشة هذا الموضوع جد مهم اسعد باستضافة الدكتورة توفدية حرية المديرة العامة للوكالة الوطنية لتبرع بالدم اهلا بك دكتورة شكرا على الاستضافة اسعد ايضا باستضافة الدكتور عبد المالك سايح رئيس الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم اهلا بك دكتور واسعد باستضافة البروفيسور فريقا عصام رئيس مصلحة حقن الدم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا اهلا بك بروفيسور شكرا على الاستضافة نشاهد هذا التصريح ونعود الى الاستوديو يعني الجزائر العاصمة هي عاصمة عالمية هذا اليوم انها تحتضن هذا الحدث العالمي لان التبرع بالدم عنده بعدين البعد الطبي للتداوي ولكن البعد الانساني التي يتمثل في تلاحم المجتمعات فاصبحت الجزائر تصنف من الدول التي تعمل على ترقية التبرع بالدم ببعديه وخاصة البعد الانساني وهناك مقاييس لكي اي دولة ان تحتضن هذا الحدث العالمي مقاييس عالمية الجزائر والحمد لله استجابت لهذه المقاييس انها اختارت المشاق الاصعب وهو احترام اخلاقيات التبرع بالدم واحترام خصوصيات جسم الانسان في سننزل المدينة يعيش في سنزل المدينة و نشانجات كلمة كل شيء يجب انشار في التفاعل على اتنزل المدينة يجب أن يساعد المدينة أو المدينة ولا يساعد مساعدت يومهم و اجدواتهم و أجلهم هذه المدينة لحلول تعديم الرجال في حالة المنزل دهنة السعادة. أسمع الأشعربي للعضوات والأسدقات والأسلوات. نجمع أن الألغاري هو من المفترسة الأفريق لمنزل ويهتم أن يتفق الأرض لذلك الوصول الناس. لذلك يتفقى الحكومية للعضوات والمعروب لذلك الهدفة يتفق الألغاري من المنزل والعضوات 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 المترجم للقناة ورئيس المجلس العلمي للوكالة الوطنية للدم كيف تقيمون احتضان الجزائر لهذا اليوم العالمي للمتبرعين بالدم هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للجزائر وبالنسبة لتاريخ التبرع بالدم في الجزائر لأنه أول مرة الجزائر نالت هذا الشرف وتالت مرة على مأدون إفريقيا تنال الشرف تنظيم هذا اليوم العالمي نشكر المنظمة العالمية للصحة على هذا الثقة وعلى هذا الشرف طبعاً اللي مجاش صدفة الجزائر عندها تاريخ كبير في التبرع بالدم وتاريخ كبير في عملية اشتقاق البلازما الجزائر كان عندها مركز وطني للدم ولا ديسيكاسيون يعني تجفيف البلازما ومشتقاته اللي كان مركز داعه في مصطفى بشا ومنذ لوردونانس تاعة سواصن تويت اللي فرجت في الجريدة الرسمية تاعة الفتسعة رقم واحد وخمسين الفتسعة مئوة وستين الفتسعة مئوة وستين الجريدة الرسمية واحد وخمسين كتكلمت على هذا الأمر تسمع جزائر عندها تاريخ كبير في هذا الميدان وخاصة في عملية التبرع بالدم بصفة أخلاقية التبرع بالدم على مدر السنوات وعلى كل التشريعات تاعة تمني وستين قانون الصحة تاعة ستة وسبعين قانون الصحة تاعة خمسة وثمانين وكذلك قانون الصحة تاعة الفين وثمتاش وكذلك المرسوم لأسس الوكالة الوطنية للدم عام خمسة وثمانين وتشريعات اللي خرجت معه تتكلم دائما على التبرع بالدم الإراضي الطوعي بدون مقابل يعني هذا من ناحية الأخلاقية الجزائر عندها بالنسبة لدول أخرى عندها أسبقية بالنسبة لهذا هذه نقطة من حيث التنظيم طبعا هي محطة هذا اليوم إذا سمحتها والمخرج أعطنا الصور على هذه المركز اللي درتون ده في ساحة أول ماء المخرجي لا يقدر يحبس في هذا الصور فقط هذا الصور هذه يعني أول مرة بكل صراحة كنت زرت كم مرة مراكز اللي حق ندم وحتى متنقلة أول مرة نشوف مراكز بهذا الشكل وبهذا الحداثة وبهذا العصرنا يعني شوف المركز هذا بكل صراحة بدون مجاملة أول مرة هذه شفتها أنا كل سنة تقريبا منذ عشرين سنة أزور المراكز سواء مراكز حق ندم أو المراكز المتنقل عبر الولايات أول مرة شفت هذا الإنجاز ونشكره المدير العام المصطفى مصطفى باشا خالد داحية لرفقك في إنجاز هذا المركز المتنقل نعم صحيح هذا الهدف هذا الحملة هو تغيير صورة نمطية تعتبرع بالدم لماذا كلاسيك يمكن أن نشوفها في كل القنوات وكل وسائط الاجتماعية تانيا كان المصار محدد بصفة تقنية وبصفة علمية لأشهد بها المختصين المختصين ولا حتى السيد فرانكو مصار والرئيس الفيدرالية العالمية للمتبرعين بالدم وسيد بروفيسور بير تيبراغيم اللي كان هو الرئيس الفيدرالية المجموعة الأوروبية للدم يعني كان أشاد بصفة رسمية وكان حاضر معنا في الحدث كان حاضر يعني الهدف تاعه كان أعطى صورة مليحة للجزائر لأنه كان سيد الوزير مع الطاقم تاعه والمدعوين تاع الجزائر المزئول تاع المنظمة العالمية الصحة الممثل تاع المنظمة العالمية الصحة والوفد الخارجي كان واجب علينا ندير صورة صورة جيدة الحمد لله كانت إيجابية وكان إقبال كبير للمتبرعين بالدم إقبال كبير يعني للمواطنين اللي تاع ساحة أول ما يساحة مهمة كبيرة يعني ألدران بوكوت جان باش يكون تبادل يكون يكون طلب معلومات حول ليس هذا العملية حول البروسوسيوس تاع يعني العملية كانت ناجحة ونشكر كل الصحفيين اللي جوا غطوا هذا الحدث بصفة احترافية إذن الهدف هو تغيير الصورة النماطية شكرا شكرا بروفيسور لفريقا على كل هذه التوضيحات الدكتورة توفدي غريب حورية المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم الجزائر كان نفتخر أن أكون تحضر معكم يومي 13 و14 جوان سواء في قاعة المحاضرات لولاية الجزائر أو حتى في ساحة أول ماي وكانوا ممثلين دوليين تكلم عليهم البروفيسور فريقا رئيس الفيدرالية الدولية اللي هو فرانكو ماسارو الإيطالي كان حتى البروفيسور بير اللي جاء من أوروبا هو ممثل المجموعة الأوروبية للدم كانوا جدوا سعادة أنا اعتقادين من دهش وما كانوا نتظروا أن الجزائر ستكون في هذا المستوى كيف كانت تحضيرات لهذا اليوم دكتور شكرا الجزائر أخترت هذا العام جستو مول لإحتفاليات لوعي المتبرعين الجزائريين على أهمية هذا العمل النبيل والإنساني وكذا المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الحكومة وكما تعلمون هذا اليوم العالمي المتبرعين بالدم قد أسس رسميا في 2005 من طرف الاسمبلة générale للسانت justement c'est pour remercier les donneurs de sang في كل العالم ونجهولهم تحية وتقدير كبير لهذا العمل النبيل الذي يقومون به وكذلك c'est pour inculquer الترسيخ هذه الثقافة التبرع بالدم في مجتمعنا ومجتمعات كل العالم لأن الدم لا يستطيع أن يعطيه إلا المتبرع بالدم شكرا شكرا دكتور دكتور سايح عبد المالك رئيس الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم وكذا الأمين العام للفيدرالية الدولية للمتبرعين في الدم يعني هذا أظن هذه العهدة الثانية تعك من عام وانت لعبت دور فعال حتى الجزائر احتضنت لأنه هذا الاحتضان مجلش هكذا بك الناس مجلش هدف ستشهر ولا في عام هذا هذا سين سين ترا مجلش الدم هو صاحب جائز نوبل والذي اخترع وقد تمكن من خلال دراسات ذلك السر وهو الحاجز المناعي من ذلك الفترة صنفت يعني صنف الدم إلى زمر ومن خلالها اعتبر بالدم عرف قفزة نوعية هذا ما أعطى نفس جديد للبحث العلمي وكانت نافذة من نوافذ البحث العلمي و14 جوان يصدف إلى تاريخ ميلاد لوندستينر يعني بهذه المناسبة يعني شكرا على النبذة التاريخية لأنه الكثير لا أعرف لماذا استغرق دون أن ننسى أنه يعني هذا العمل الذي طال 17 قرن هناك شاركت فيه الإنسانية بكل ديانها وألوانها ومنتسبتها حتى لا ننسى بأن هناك عالم جديل بنونافيس الذي قد نسيناه ولكن هناك دراسات ألمانية تحدثت أن الدورة الدموية الصغرى كانت من اكتشاف ابن فلس حتى من بعدها جاء ويليام أرفي في القرن السابع عشر بعد يعني أنه حتى العالم العربي والإسلامي لعب دور في البحوث العلمية وهذا قلنا عمل الإنساني طال ثم أتى أخلاق التبرع بالدم من خلاله أنشئت الفيدرالية التبرع بالدم وأول من قام ب أول مبادرة هي روجي جنا الذي إنشاء الفيدرالية الفرنسية ثم جاءت الفيدرالية الدولية 1955 التي تحافظ على قيم التبرع بالدم لنحن الجزائر ونحن فخورين بهذا الاختيار رغم أنه اختيار سعب لأنه تبرع بالدم التطوع بدون المقابل هذا اختيار اخترته الجزائر تحت توصية المنظمة العالمية الصحة رقم 28 75 هناك 6 طريقات فيما يخص التبرع بالدم وإخيرت وها 63 12 والـ 58 13 هي التي اخترت فيها كما قالت السيدة المديرة لاحتفاء بهذا اليوم العامي وهو مهدى إلى المتبرع بالدم التطوعي بدون المقابل لأن هناك اختيارات أخرى التي لها خلفيات خلفيات مادية ونحن من أجل ترسيخ ثقافة الاحترام الذات الإنسانية يعني واحترام الذات الإنسانية الجزائر انصغط تحت هذا الاختيار الذي هو يشرفنا كجزائري والحمد الله والفيدرالية الجزائرية لها تاريخ كبير ونشيئة 1976 ونحن منتمون إلى الفيدرالية العالمية لكن ترك أمين عن الفيدرالية العالمية دكتور سايح أنا حبيت نعرف الدور اللي لعبته ونحن ولعبته السلطات الجزائرية حتى الجزائر احتضنت هذا اليوم العالم هو يعني دور لعبته الجزائر لعبه المتبرع بالدم أنا هنا أمثل المتبرع بالدم المستوى الوطني وحتى المستوى العالمي ولكن كان تضافر جهود كبيرة يعني عملنا عمل هذه السنة الماضية عندها سنة جاء رئيس فرانكو ماسارو شوف هذا رئيس الفيدرالية عنده حب كبير الجزائر هو إيطالي ونحن نعرف العلاقة إيطاليا بالجزائر علاقة تاريخية حتى شفنا في وفاة رئيس الوزراء السابق بيرليشكوني التعزي لدرها ورئيس الجمهورية أمس يعني نشوف العلاقة الوطيدة التي تربط الجزائر بإيطاليا وهذا منذ زمن طبع وشوف عنده تمسك كبير في الجزائر شوف معاه هذه ثلث زيارة للجزائر وقبل المنظر كان 12 سنة أول مرة جاء 2016 وقال عمليفة وكان قرر العمليفة في سنة الماضية كانوا اقتراح بطرف الفيدرالية الدولية على الجزائر أي شهر سنة الماضية عنده تكون قناعة شخصية يمشي مع دولة السنة الماضية كان احتفال في دولة أخرى دون ذكر له ولم يذهب لين كما تكون عنده قناعات شخصية ولكن هم عنده قناعة شخصية لأنه رأى قدرة الجزائرين في تسيير هذه الأمور ممتاز المفخرة للجزائر ونعتز بهذا المكسب الكبير ونشكر سيد الرئيس على هذا المجهود الكبير اللي قم به على الساحة الدولية ونشكر كتا شخصيا كأمين عام الفيدرالية الدولية على العمل اللي قمت به وكذا البروفيسور فريغا اللي عنده علاقات كبيرة مع البروفيسور أميدسين في هذا الاختصاص دعوه في كل أنحاء العالم البروفيسور نعود للك المتبرعين بالدم احنا عندنا ثقافة تبرى في الجزائر عندنا الوزع الديني عندنا تضامن عندنا ممتاز لكن مكاش استراتيجية واضحة هل حتى يكون عندنا سياسة سياسة وطنية شاملة كيف نحسن هذا التبرع هذا مبادرة التبرع بالدم في الجزاء سؤال وجه جدا يعني تقدر تقول هذا مربط الفرس ونشكرك يعني طبعا باش ما نستضيف نستضيفوش لا نستفيد الأمر لذيق الوقت هذه السياسة الوطنية التي تبرع بالدم والبرامج الوطنية التي تبرع بالدم لازم لها بال بالا بوليتيك يعني السياسة جي استراتيجية والاستراتيجية جي مخطط عمل عن بلاند داكسيان والإعجاب تيب بلاند داكسيان مخطط عمل المريض أو خارط الطريق للمريض اللي اعتمدت بين سبتمبر و أكتوبر حتى من المجلس للحكومة على ما أظن هذا مخطط فعلي في المسؤولين العملية و في حتى المدة و في حتى التقييم ولا المؤش هذا وش لازمنا بالنسبة للتبرع بالدم وسياسة الدم تعالوطن لأن ما يخفاش عليك أنه مسألة الدم مسألة أمن قومي لكل البلدان مسألة أمن قومي لعدة اعتبارات حتى في بالنسبة لل تأقلم مع الحالات الاستثنائية حالات استثنائية لهذا اسمح لبروفيسور شفنا حضور بروفيسور صنهاجي لكان حضر هذه الفعاليات كرئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي لأن الأمن الصحي من الأمن القومي طبعا كل البلدان عندهم سياسة وطنية وهذا الأمر هذا حتى في التشريعات الجزائرية كاملة تتكلم على تستير السياسة الوطنية وتطبيقها وتقييمها وهذا الدور الوكالة الوطنية بصفة رسمية لأن الوزارة وكلت الأمر تسير الدم الاجونس الوكالة أعطيتها الصلاحيات لكي تسير أمور الدم يعني في المرسوم 95 والمرسوم 2009 زاد أكد هذا بالعكس زاد عزز هذه النقطة وخلها أوبيراتور أينيك يعني متعامل وحيد للدم للأسف هذا المرسوم متعامل 2009 الذي عنده ثلاثة سنين لتطبق 2012 ما زال ما تطبقش في أرض الواقع لكن المشرع الجزائري يمد أهمية كبيرة للسياسة الوطنية لكي نديره سياسة وطنية لازم تكون دراسة مسبقة وتكون صياغة حقيقية أمور نظرية نظرية وجافة لازم تكون على الواقع وعلى نظرة وهذه السياسة التي تعتبرها بالدم تمشي مع السياسة ونظرة الصحة لا يخفش عليك بلي كين دي دي بونس كبار تعصحة في الجزائر هنا لازم نربط هذه المخططات تعصحة العامة مع مع سياسة الدم باش تقدر البلس يبورتي أكتوف بلي مصالح الاستعجالات يعني كين كين إنجاءات كبيرة يعني وعصرنتها في في السنوات الأخيرة لي تابع الأمور يعني راه يفهم باللي معروف نقطة مهمة على الاستعجالات لازم كذلك باللانغاجمات هذا تعهد لو يتكلم عليها البروفيسور فيقاو تعهد تعرأي السيد رئيس الجمهورية في تعهدات 54 تعو وين تحسين تكفل بالمريض الجزائري وهذا لننشوفه هذة كل المصالح الاستعجالات لكن كين المنشآت لكن من بعد لفونكسيونمون ما زال فيه نقايز كبيرة نقولها بكل صار من بين نقايز دم كيف يكون مركز جديد على الحروق أو مركز جديد على الاستعجالات يجب التعرير يعني على الدم يكون 100% لأن الاستعجالات مهمة والاستعجالات هذه لم يكن هناك الاستعجالات فقط التي تبنى داخل أو خارج مستشفيات كان استعجالات اخرى استعجالات الولادة مثلا النزيف الحائد عند الولادة هو الخطر الوحيد الكبير بالنسبة للوفائية عند الأمم لكن كيف يمكن لنا تحسين نضعية المتبرعين هي نكون معك صريح قبل أن نذهب للعملية تحسين المتبرعين يجب أن نحسن ظروف الاستقبال ونحسن ظروف نحسن تنظيم العملية التحقنية على المستوى الوطن يعني كما يقولون ونحسن ظروف الاستقبال ونحسن الظروف ونحسن الظروف المتلى ولا تنسيق ما بين عملية التبرع وعملية التحسيس وهذا هو نحسن الظروف هنا يجب أن تكون لدينا تنظيم محكم ونحكم على المستوى المحلي على المستوى الجهوي وعلى المستوى الوطني وهذه هي التوصيات على المنظمة العالمية للصحة من 1975 إلى حد الآن لن يجب أن يكون تنظيم وطني تنظيم تنظيم وطني بالتنسيق مع كل الفاعلين على المستوى الإقليمي الجهوي والقاري هذه الجبنة التي يختم بها فاصل قصير ونعود لا تذهبوا بعيدا إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات أهلا بكم من جديد في الشطر الثاني من برنامج أضيان موضوعنا اليوم الاحتفائيات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم الذي احتضنته الجزائر تحت شعار التبرع بالدم التبرع بالبلازما شارك الحياة شارك كثيرا دكتورة غريب حورية المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم بروفيسور فريقا كان يتكلم على السياسة عامة وشاملة مخطط وطني استراتيجية لتحسين عملية التبرع بالدم تحسين وضعية المتبرعين التنسيق بين كل الفاعلين في هذا المجال كنت تريدين أن تعقبين على مقاله بروفيسور فريقا كل المراكز حقنا الدم المتواجدين عبر كل انحاء الوطن لفونكسيونمان الغلاف بالمستشفيات الموجودين فيهم هذا المراكز ودور الوكالة الوطنية للدم هي تنسيق العمليات فقط تنسيق العمليات العمليات يعني حتى نكون واضحين يعني لو يكون مشاكل في مركز أو يكون نقائس أو يكون المستشفى هو اللي يمسؤول عليها ماشي الوكالة الوطنية للدم الوكالة الوطنية تشرف على السياسة العامة وتنسيق بين المستشفيات ونحن عملية تنسيق هل يمكن لك دكتورة توافدي غريب حرية أن تعطينا بعض المعطيات بعض الانديكاتور المؤشرات على هذا التبرع عملية التبرع بالدم تري بيان أعطينا بعض الاستاتيستيك برقبط الاني 2023 تم جمع عبر مركز حق الدم المتواجدين عبر التوراب الوطني أكثر من 631 ألف كيس دم من 740 ألف مترشح الذين أقبلوا على التبرع وهذا العدد يمثل نسبة ارتفاع بـ 5.24% مقارنة مع سنة 2021 في هذا العدد 54% منهم متبرعين متطوعين و46% منهم متبرعين عائليين وثلث هذه التبرعات كانت متنقلة إلى 2 ساعة واحدة أخرين في المراكز حق الدم يعني الثلث في المراكز المتنقلة متنقلة وثلثي في مراكز حق الدم شكرا شكرا لكل هذه المعطيات الجد وهمة لأنه لما يكونش عندنا المعطيات لا نقدرش نديروا استراتيجية ليتكلم عليها لبروفيسور فريقا وباش نديروا مخطط سياسي حقيقي ونديروا استراتيجية حقيقية يجب يكون عندنا معطيات دقيقة وهذا أقوله أنا في كل الميادين ليس في حق الدم خاصة في السرطانات وإنما كانش عندنا معطيات دقيقة نعود إليك دكتور عبد المالك سايح نترك في الميدان ميدان كم مشاكل في الميدان بكل صراحة احنا افتخرنا بالجزائر اللي احتضنت هذا اليوم العالمي بهذا اللوبيينج بوزيتيف مع الدبلوماسيا الجزائرية اللي في هذه السنوات الأخيرة جابت هذا الإنعكاس لاحتضان الجزائر لكل هذه الفعاليات وهذه الملتقيات وكل هذه الندوات الدولية لكن نتكلموا على الميدان كم مشاكل نقولها بكل صراحة هذه حاجة لنا الجو الجانب ارانا افتخرنا وجو السفقنا لكن احنا بناتنا نقولوا الحقائق كم مشاكل لماذا هذه المشاكل ربما أنا نذهب إلى مركز حق الدم عندي مالات في الاستعجال عنده نازف كبير ولا عنده ينانيمي ولا عنده يروح يقولوا لي مكاش ريزيوس مكاش البلاكات مكاش لماذا؟ هذا سؤال وجيه نحن كمتبرعين بالدم وفيدرالية نرى التبرع بالدم من زاوية أخرى لا تراها الإدارة يعني قضية كيف نسير التبرع بالدم أنا والحمد لله كما قلنا عندنا كما قالت السيدة المديرة سبعمائة ألف متبرع تقريبا يعني ولكن الرقم الذي أعطيه لنا وهذا يفسر مشاكل حقيقية على المستوى الواقع ربع وخمسين متبرع متطوع وتوصية المنظمة العالمية الصحة أننا كان علينا أن نذهب إلى مئة بالمئة متطوع يعني متبرع إرادي وأجلت الأجال إلى 2018 وجاءت الجائحة هذا ما قد عقد الأمور وأخلط أوراق التبرع بالدم هناك كثير من الدول التي بلغت هذا المغزى أن هناك تبرع بالدم مئة بالمئة تطوعي وعندما تذهبون إلى المستشفى لا نطلب منك أن تأتون بالعائلة أو أعظام العائلة لكي نقوم بهذا المريض هذا الرقم هذا هو مربط الفرص الذي علينا أن نعمل عليه كثيراً وكيف نعمل عليه كما قال الأستاذ فريقا وهو إعطاء الوسائل الوسائل والتحسيس لماذا دكتور أبنك سمح لي نقطعك لأننا نحن نورنا في حوار نحوار شيق معك وانترك في الميدان لذيق الوقت نقطع فيك لماذا كما قالت الدكتورة رئيس الوكالة الوطنية للدم أغلب المتبرعين من العائلة يعني حتى يصرى المشكل الحادث أو النزيف أو يشرى له المرض لماذا لا نرحوش من تلقاء أنفسنا كان بعض المتبرعين المتعويدين نحن نعرف أنه منصوح ثلاثة احت أربعة مرات في السنة يعني أنت الدرواء قدفوا إما شاك الدرواء موايما شاك اللي عندهم ليتمتعوا بصحة جيدة وارزقهم الله بالصحة والعافية لكن لماذا معناش هذه الثقافة هذه؟ لماذا لنكرس هذه الثقافة؟ لا شوف نحن اللي نتجاهل للعمل الجبر الذي قامت به الجزائر ولكن علينا أن نقول حقق كما هي الإشكالية أنا نلخص الأمر في أمرين أنه التوصيات المنظمة العلامة السلحة أنها تشجع على تبرع الدم التطوعي بدون المقابل وإعطاء تسيير مركزي هذا المرسوم 2009 اللي تكلمت عليه المديرة وتكلم عليه الأستاذ فريقا الذي لم ينفذ من تلك الفطرة هو المشكلة الحقيقي الذي لا يعطي الاستقلالية التامة للفيدرالية الجزائرية يعني نحن المبتغى تعنا أن لا تكون وكالة التنسيق وإنما عندها كل الوسائل وحتى حرية التسيير هذا الشيء الذي أخلط وعقد الأمور ميدانيين من يسير الدم في الجزائر؟ مراكز حق الدم، مستشفيات، مدريات الصحة، الوكالة هذا علينا أن نساعد الوكالة ونعطيها نفس جديد بتفعيل هذا المرسوم الذي هو موجود هناك عام الجنبار قامت به الجزائر من الأواخر القرن الماضي ولكن الأمر لم ينفذ ونحن نطلب يعني من يعطيتنا الفرصة نتطلب من السلطات الأولية تتدخل في هذا الأمر لحل مشاكل لأن تبرع بالدم فيها أثاق أولية أنك تذهب مئة بالمئة من تبرع ونحن الحرية الموجودة في البلاطو هدايا لم يوجد حتى بلاطو بكل صراحة يمكنك أن توجه أي نداء خاصة للسلطات العليا ورئيس الجمهورية لدائما يستجيب لكل نداءات الإنسانية وكل نداءات في مصلحة الفئات الهشة والضعيفة النداء الذي تحب وجهه وحاجة من حوالك نحن من باب الخبرة يعني أنا كان لي فرصة وش هو النداء ذيك حبيته؟ أنا كانت لي فرصة أني مشيت لدول أخرى إفريقية ولا أوروبية ولا إسياوية وشوف كيف هل نستعمل؟ نحن الجزائر والحمد لله المتبرعين كاينين الوسائل المادية كاينة ولكن المشكلة هو التسيير أن نفعل للمرسوم أستاذ فريع سيدة المديرة أن نفعل المرسوم ما العمل؟ أي مرسوم؟ مرسوم دوميناف هذا أول إذا ما قمنا بتفعيل هذا المرسوم فالجزائر تقفز قفزة نوعية كبيرة وصحية هذا الأول وهذا وسائل والاعتناب المتبرع بالدم أن نطلب من أعطيت لي فرصة وأنا شكركم أن نطلب من السلطات العليا أن تمنح للفيدرالية الجزائرية من أرعى رقق الفيدرالية على المستوى الوطني وحتى على المستوى الدولي ورقق من عام في الفيدرالية الدولية إن شاء الله يكون رئيس إن شاء الله إن راح نديرو لك حملة بس تكون رئيس الفيدرالية الدولية شوف أن الفيدرالية يحطون لها المنفع العامة بدون منفع عامة كل متبرع بالدم الجمعيات يكون اجتماع تعم في مقاهي شوف نحن الخصوصيات والكثنين حتى شيء لا نتجاهله أن نقض بعين اعتبار الجنوب الجزائري فيما يخص تبرع بالدم نحن الإنسان يخص الدم في بومرداسي راح يتزال يخص يتزال 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 يتبازه ولكن الإنسان يخص الدم في تمرس عنده أقرب مركز حق الدم ألف كيلو متر فعلينا أن نعتني ونعطي نظرة خاصة بالنسبة لتبرع بالدم في الجنوب خصوصيات الجنوب إذا ما كان نزيف دوماوي والأستاذ راحنا ما كيفش نجابه ذلك النزيف الدوماوي عندك أقرب مركز يكون على استمياتكم فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار هذه شقينا نقول لك إعطاء الاستقلالية التمالي الوكلة وميكانيزم هذا ما رأيناه في كل الدول يعني اللي تعملها أستاذ فريقا ممتاز أستاذ فريقا في نفس السياق اخي احنا تكلمنا قلنا باللي تنظيم هذا كان جده محكم تنظيم اليوم العالمي للمتبرعين بالدم وبالجزائر هذا شرف كبير للجزائر ومفخارة لنا كلما نحتضنه ندوات دولية وعالمية نفتخر بها ونشكر رئيس ديوان وزير الصحة سيد بهلول اسماعي اللي أشرفه شخصيا وكل كما أشرفه على الملتقى لجنة الأطباء العرب اللي ترأسها الجزائر هو اللي شرف على التحذيرات والتحذير كان جده محكم وممتاز لكن المشاكل تعنا بيناتنا نقدروا نحكو عليهم بيناتنا بكل صراحة لماذا قارنا بدول أخرى ما نقارنوش احنا بدول هذه المتخلفة بدول المتقدمة ما هو الفارق وما يمكن أن نقوم به مقارة هذا الأمر أتكلم عليه منذ سنوات يعني حتى في القنوات التليفزيون الرسمية ولا في المجلس العلمي للوكال الوطني الدنيا اللي يتشرفون ترأسه ولا في المجلس الإدارة الوكال الوطني الدم هذا هو المشكل كما قالت السيدة المديرة المديرة العمل الوكال الوطني الدم أن الدم راه مسألة مستشفيات ستكون أورجانسات أسبيتالية يعني تخيل أن مسألة الدم والمتبرعين تخضع الـ 248 أوردوناتور في الجزائر ولكن في القانون أين سول أوردوناتور لكي ينظم لأن الدم كانت نشاطات الوطني الدم المشكلة على الوطني الدم المستشفيات النقطة المهمة 80% من مراكز الدم في الجزائر تدير أقل من 5000 تبرع بالدم أي حوالي 6 إلى 7 8 تبرع بالدم في اليوم قارن عالميا كي يكون لديه A-B-negative أو O-negative ما عنده الدم يجب أن يطلب التبرع بالدم العائلي لكي يطح في الزمرة المثال آخر في الدم التحاليل والبروستسينج يعني الاشتقاق والتصنيع التحاليل لدينا تقريبا 240 مركز الدم يدير هو التحاليل لا تقدرش نظام جودة مستحيل نظام جودة في 240 أنا أقولها كالتقنية وكالتقنية وكالتقنية في الجودة والسلامة دول أخرى في أوروبا وكالتقنية عندها ربعة إلى خمس مركز يديروا 3 ملايين وربعمية 3 ملايين ومئتين تبرع بالدم وعندهم أربعة مخابر فقط يعني هنا راح تكون عملية تحكم تحكم في الجودة وفي السلامة وتحكم في الزمر هذه هي النقطة الثانية أن نعود إلى الاريورغانيزات تعلق الترانسفزيون كما تقول منظمة العالم الصحة ودار توصية في 2021 لكي تأكد على التسريع في المنظمة العالم الصحة يعني المخابر اللي يديروا الاشتقاق وكذلك اللي يديروا التحاليل وفي هذا الصدد نشكو المنظمة العالم الصحة اللي دارت شعار على شارك على التبرع بالبلازما يزيد تبرع بالدم لأنه كان ضغط كبير على المستوى العالمي على المشتقات البلازما وشفنا جزير شاهد وضحنا هذا التفصيل لأن الكثير من الناس تكلم إلا على الدم فلماذا زدنا احنا في الشعار التبرع بالبلازما؟ كان ازدياد عالمي طلب كبير على المشتقات البلازما خاصة اللي يزيمينوغروبيني الأجسام المضادة اللي نشتقوها من البلازما الدم تكون من كورية حمراء كورية بيضاء خلايا بصفة إحدى موية وخمسة وخمسة بالمئة بلازما البلازما نخرج منه لالبيمين اللي دوان ستعملوا في الاريانيماسيون كثيرا عندنا الزيمينوغروبين الفاكتور ويت الفاكتور الكواغولاسيون ومواد أخرى وهذه بكل صراحة نقولها أنا صافي طرواج جوربرك يعني اقصدني واحد يخدم في هذه القناة تقني في القناة يحتاج لالبيمين لا يوجد كل مرة يوجد في الاريانيمينوغروبيلين لالبيمين يعني يوجد نقلها بكل صراحة لماذا لا نذهب إلى تصنيع هذه المشكلة؟ هذا أعطيك الصحة هنا يجب أن نعود إلى المنظمة مستحق في الـ 240 سنتر الآن تحصلنا على شهادات الإيزو إيزو 90000 40000 40000 20000 هذا كامل على إنتجري الجودة الإنفرانمان ومستحق ومستحق إنفرماتيك يعني هرجة كبيرة وتعب يعني صعب يعني 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 صعب بشيء ومستفى باشو عدد متبرعين كبير وكان مركز وطني يعني لدينا وصعب جدا يعني لا نقولك لا نعود التجربة بصح صعب لا نستطيع تقني على 2048 مؤسسة على هذيك المنظمة المسحد تقول لك والذكري هذا فيه 12 وكالة جهوية ولا 12 يعني يعني بول بول قطب في المرسوم يتكلم على وكالة جهوية صعب تكون عندك وكالة منها وحقن مركز يعني تكون 12 قطب تسير أحسن خير من 140 نقطة هذه نقطة البلازمة لازم البرلافمو والجمع والترانسپور والخزن والتحالين لازم يكون على معايير جودة وسلامة دولية لذلك 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 يجب أن يكون مؤسسة عمومية صيدلانية كبيرة مثلا صيدال كانت عند هذه الدوصية كما مؤسسات أخرين لذلك لذلك تستثمر يجب المورد الذي يمد البلازمة يجب أن يكون معايير جودة ويجب أن يجب أن كمية كبيرة لذلك جرعة تعدوية إلى 2000 بلازمة وكانت الكنسر في البلازمة في المشتق النفاقات في النفاقات لدينا فرصة كبيرة لتبع النفاقات ويجب أن البلازمة تثير ويستمر أقل نفعل كما يجب الدول الأخرى لا داعي لذكرها في إفريقيا في أوروبا خاصة لا داروا عشرين مركز للبلازمة مع شركة معروفة يدعوا البلازمة تحمل الدولة هذه يخطيش ما عندهمش الإمكانيات بش يصنعوا بس حستثمروا في الجودة قبل لكن بروفيسور فريقا لماذا إحنا لدينا الإمكانيات معناش تنظيم لكن الإمكانيات المادية عندنا ورئيس جمهورية كل مرة في الخارج يقول لك صحة المريض ليس لها ثمن وراءنا نشوفه البيو جي اللي اعطاه للوزارة صحة في 2023 4.4 مليار دولار وراء البلد في إفريقيا اللي عنده هذا البيو جي يعني عندنا إمكانيات حتى قطع الصناعة ويعطي له الدفع وديناميكية لماذا لن نصنع الفلازمة هذا يمكن تصنيعه إمكانيات لازم أهل الخبرة هم اللي يستشعروا لكن عملية تحاق ومسألة إنسانية فقط مسألة إنسانية للتحسيس ومسألة تقنية وستراتيجية كبيرة لازم خبارة لتدخل في الملف هذا ما شينا احنا في المجلس العلمي هذا المسألة درجتها عندها 6-5 أشهر على البلازمة يعني كيف نديره لكن لأسف ما كان شكرا 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 بالمديرة الجديدة لتعطي نفس جديد للعمل يتحق الفكرة الفكرة وصلت وإحنا هذا كل ما نطلبه لأنه احنا تكلمنا عن المشاكل هذه ومشاكل حقيقية يعاني منها المريض وانتمنا وهذه المشتقات البلازمادية نصنعها كما هنا صنعنا في ميدان دواء ورحنا في دواء رحنا نتجو حتى أدوية كما تنتج في أوروبا يعني بشرحوا لإنتاجها نظن إفو تروفي البون بارتونير يعني يعطوناهم على تكنولوجي دونزين كات دوتونسفير تكنولوجي ونقدروا نوصلوا لها بكل سؤولة إن كانت المادية سهلة نعود نقول لك دكتورة احنا نستبس خير بك كما قال البروفيسور فيغانتي هذه الوكالة ما هي الأهداف تاكنت المسطرة كالسون لزوبجيكتيف اللي راكي حب توصل لهم في هذا الوكال إن شاء الله كما تفضلتم صافي أبو پر مين با دو سمين كيشو على تت لاجنس نشوانال دو سن ما من أبوجيكتيف أفن جو 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 راكي حبا توصلي لهم في هذا الوكال إن شاء الله كما تفضل كما تفضل كما تفضل كما قلت لك سابقاً أن الهدف التاعي المريض الجزائري يخص دواء عن طريق الدم الدكتور أتواف دي غريب بكل صراحة أتكلم على الألبومي الليزيمنوغلوبيلين وحقيقة نعانو من ندرة حتى لابيسياش يحليل تاني لابيسياش كان ندرة عالمية عنده يوم بروسيسيوس رويديرون حيوه المدير تعلابيسياش يقوم بعمل كبير لكن لنسرت المومات لنخدمه في زيار منقدروش كل حاجة نمبرتوها هالف الاستراتيجية تاعكم عندكم هاذ بشتروحوا إلى ميدان التصنيع تصنيع مشتقات البلازم كما قلت ندرة هذه الهراءة عالمية سيطوه للمنوغلوبيلين سيطوه لالبومين وحنا سيلا بيسياش الفارماسي سنترال ديزوبيتو هي التي تستورد هذه المشتقات وتوزعها على ديزوبيتو احنا سيناترسوي سيناترسوي كالزيمنوغلوبيلين سوا فابريكي شينو وكم المدابية كل أدوية من شغير المشتقة لتوزعها على الأتونومية هذا هو الأشكالي هل تكون على استقلالية ويكون نوصل إلى الأمن الصحي سيناترسوي بيانسور سيناترسوي وإن شاء الله ربي وفقنا نعود نقول لك دكتور وصلنا تقريبا إلى نهاية الحصة عبد الملك السايح تقول لي لماذا هذه المشكلة تعلية بلاكات كي الصفائح الدموية هذا كي مشكل كبير تعلية بلاكات ونترك في الميدان ووراك في المجتمع المدني والنداء أرك وجهته وحتى نزيد نوجه السيدة نوردين بن مراهم اللي هو أخونا وصديقنا ووش يقدر يعاونك عاونك لأنه انترك عضو فعال في المجتمع المدني كمان بوريغلي هذا المشكلة هذا وانتروح لبلاكات كل مرة مريض يحتاج يكون في حالة حارجة نلقا وندرك بها قد تتكلم كل كل صراحة وإرياحية احنا كمتبرعين بدنا معنا نظرة على البلاسما واشتاقاته كل صراحة أنه بلاسما تعلية الجزائر الجزائري مش رح نديره به هذا سؤال الأول وش قلنا وش نديره وش نستعمله عما نرموها نعم هذا حقا هذه مادة حية بالنسبة للبلسما واشتاقاته هو الاستنثمار قد يكون ثقيل قد يكون ثقيل ما كاش حاجة ثقيلة على المريض قلناها ونعودوها الساحة المريض عندك توجد 4,4 ملارد دولار لا توجد حقا لا توجد حقا لن توجد حقا لن توجد حقا سمحني يا دكتور ساي نعم نعم نحن نقول نحن نرموها نحن نستعمله كل مرة نرموها يعني هات الاسم ما يحدده توجد حقا وش نرموها يعني نرى حقا نرى حقا لدينا المتبرات بالدام كاين ما يقول لك هذا تكون إرادة سياسية أن نذهب إلى هذا الأفاق هو البرسمو وشتقاته ولكن بكل صراحة إذا لم نعطي استقلالية تامة لتسيير الدم لا نذهب بعيد نحن ندعم الوكالة بتنفيذ المرسوم لأنه حتى شروط المتعامل التي تعمل معه أو بروفيسور فريقا قام بعمل جبار وشتركتها وشتركتها تحركتها تحركتها إلى البرسمو لتسيير الدم يقول لك أعطي لي وشتركتها وشتركتها حتى تكون لديك هذه شروط التقنية نوعية لا تقبلك لديك فلذلك نرجع إلى الميدان نعيد النظر في التسيير وفي الميدان إذا ما سيطرنا نوعا وكما سنذهب إلى هذه الأفاق نعيد النظر هو الذهاب إلى البلاسما ومشتقاته يتطلب أولا أن نستجيب إلى الدم والبلازما هذا حتى المشكلة لبراكات لبراكات هناك طلب كبير حتى في البراكات لأنه المجهودات الكبيرة التي تلعبها الدولة في التكافل بأمراض السرطان هذا أصبح هنا مشكلة يرهاقنا وخاصة بالصيف هذا تقنية نستجيب إلى توفير الجهاز السيطافلس لأنه لديه وثانيا أن يكون لديك المتبرح التطوعي منتظم هو المتبرح المتبرح لذلك الجانب التحسيسي والجانب أننا نعطي تحت المتبرح من المتبرح لديك المتبرح إلى المتبرح من المتبرح المتبرح الذي يحترم ذات الإنسانية والأخلاقيات وأخلاقة التبرح من هذا المنوان علينا أن نعطي التفافة خاصة بالنسبة للمتبرح بالدم بإعطائه المنفحة وهذا الشيء الذي نطالبه منذ ثلاثين سنة نعطي بإذن الله سيتم الاستجابة لكل المطالب بتاعكم بإذن الله وهذا ما عندي حتى شك في السلطات العليا للبلد في دقيقة نختم معك بروفيسور فريقا دقيقة لنا أنتهى وقت الحسن كما تفعيل التشريع السري المفعل بي تنظيم وطني تكلم في دقيقة مع التنظيم العام أنت كرئيس المجلس العلمي للوكالة على التنظيم العام لازم تكون تنظيم العام من المستشفيات وطني وطني ونستطيع نحن بمرحلة تدريجية تنسيق جهوي فور ونبعد ناشينا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية نعطيه بعد التقني ليس بعد إداري فقط لازم بعد تقني ثالثا تجميع 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 التجميع النقطة الأخرى الاستثمار في الرقمنة والاستثمار في أنظمات الجودة والسلامة ومراقبة الجودة نحن نقدرنا نظام في العام تقريب الخامس تعمل مراقبة الجودة كل شهر دولية تساعد بزا 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 منذ خمس سنوات هو يرأس المصلحة مركز حق الدم في مصطفى باشا والحمد لله قدر يجب الناهد للسرتيفكاسي وصورة كاليكسترن مثل على الشيفية على الباتية على كواغولات على الاناليز هذا يجب وكي يكون سيستم مليح يروح بالراحتين هذا نقطة الاستثمار في الجودة وفي السلامة باش تكون مأمونية الدم هذا يحبش الميكروبات ويحبش الطفيليات يعني في الديو سنس لازم كي نمدو الدم للمريض نمدوه بسلامة يعني بمئة بالمئة لريسك زيرو ما كانش لازم ديرو علينا نظام معطرف به الدم لا يحب الميكروبات ولا يحب الطفيليات جملة قالها البروفيسور فريقا وصنس بروبي وصنس فيغوري ونتمنو انه القطاع هذا يكون كل فاعلين وكل إخصائيين يشاركوا فيه شكرا بروفيسور فريقا على حضورك معنا وشكرا لكل مجهودة الجبارة التي تقوم بها شكرا دكتورة دكتورة غريب حورية والتي نتمنى لك توفيق في المهمة الجديدة نتمنى لك توفيق ودكتور سايح عبد المالك شكرا على تلبية الدعوة وشكرا على العمل التي قمت به حتى الجزائر استطعت أن تستضيف هذا اليوم وأنتمنى لك كأمين عام للفيدرالية الدولية لمتبرعين بالدم وهذا شرف أيضا جزائر تتولي رئيس هذه الفيدرالية لما لا ورأنا هنا ندعمك أخوانا المشاهدين أخوانا المواطنين لا تنتظروا حتى يتعرض لا قدر الله إلى مكروه أحد أفراد العائلة أو إلى حادث أو إلى مرض حتى تتبرعوا بالدم المرضى كل يوم يعانون في المستشفيات من نقص الدم من نقص هذه المنتجات البلازما اذهبوا اذهبوا تلقائيا وتبرعوا بدمكم وستأجارون بإذن الله أجرا عظيما في ذلك دمتم فرعة الله وحفظه ألقاكم في عدد مقبل من برنامج أديان مع السلام